الجدائري التبوني تبعتوا أنواع نفسياً يمكن أن نصنفهم ضبوع نعم هذا يقول له سعيد شنقريحة الله يسفت رحم العين القائد القائد الأعظم وعلى بالكم راني قيت شنقريحة جدة هالول خالدي ابن الوليد سيف الله المسلول هذا يرى هم أرخى بالتاريخ رعوا للسعودية يقولكم شكون جدة شنقريحة خالدي ابن الوليد سيف الله المسلول سلطه الله على الماراركا تبون تعرف شكو جدة أبا بكر الصديق مدفوع مدفوع يئما مزروع يئما مخلوع يئما منزوع يئما منسوع يئما مخدوع شرعيت يالناغي وكي نحشو لنا كورشي ملايح فميليا أسعد الشرعي وبريتا هايوه هذيك القوبة عليك تدير سميتها بريتا موصل على المهم الناشط الياماني أنا غيرت صويراتي لك باش تعرف بأني كنهضر عليك هايوه كده هير ملايح مراكش ملايح شوية قريب تفروحها من عميك قريب تتارلك الفريخ يطير الفريخ زماء قابق قوسيني أو أدنى من أن تجب يعني تحماق يعني تبهل هايوه هو مغاب السفر بسكنران دخلت معه تهديدات سب القذ يعني مخلوا مدروا مخلوا مقالوا معلش 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 هذا ما نسمعه في الأوديوهات و هذا ما نقرأه في التعليقات ترى يعني ولكن صامدون وبابتسامة دائما نرد بالتنز على هؤلاء وفي إطار التنز أسعاد شرعي بغيت ندير لك شوية نشرح لك هذه الناس كديرية لأن الأمر يستدعي دراسة تحليلية أنا درت الدراسة التحليلية وخلصت إلى النتائج التالية هذا هذا النوع الذي تسميه منتاك اسمية اللي ما بغيتش نقول أنا كنسميهم الهوكاويين ومنتاك تسميهم ما نقولها مهم شغلك هذا تحميل مسؤوليتك لك يعني منطقك في الأمر ولكن أنا ما نقدرش نقولها لأن الأمر يتعلق بسوء فهم قد يحدث لدى العائلات المغربية التي تشاهد الفيديو التاعات إذا نقول الهوكاويون الهوكاويون ابن عمي لكي يجوبوكي هددوكي سبوكي يا عيرو ذاك الطريقة الفضل سبعة أنواع نفسيا يمكن أن نصنفهم إما بسبعة إما واحد من سبعة كل واحد من نصيب ديله في هذه الحالات السبعة إما مدفوع إما مضبوع إما مزروع إما مخلوع إما منذوع إما منسوع إما مخدوع انا كتبتهم انا رجب ان نساوهم لان التحليل رجع عارف اصدك شي يكون علمي وبالتفاصيل سبعة المهم دي ما داك اندك اندك اوع يعني يخليك اوع دا بغا نشرحهم لك واحد واحد المنزوع قد نبدو بالمنزوع المنزوع هو داك النوع الهكاوي الذي نزع مخه من عقله ووضعه مكانه اسفل الظهر فامتها يعني لا يفكروا بالمخ الدماغ ودكش الكهربائيات ديال اه القشرة الدماغية اللي كتوصل والو يعني عنده تما في الراس شي حاجة اخرى هدك تسمى منزوع يعني نزع مخه ووضعه اسفل الظهر جوج المرفوع المرفوع هو شخص يعني كيكون يتعاطى لنوع من المخدرات قرقوبة مشطة كالة شية زطلم درحال وكان غير كتوصلوا بعد الزطلم جدة الزطلم يعني هادو كيكونوا مرفوعي فاهمتو ما فاهمتوش يعني انتو ما عندكم في اليمن اللقاتة كياك ذك شي يلقت هواهو ما عندهم الكالة عندهم القرقوبة مشهور يعني اشهر دولة في استهلاك دوك الاقراص المهلوميساء اراها ثم هلوسوهو النظام الجزائري هلوس شعباهو اذا هما كائناتون ماذا قلنا ها يعني مرفوع دي ما مرفوع هو راسو فلا هو جوج ثلاثة مضبوع مضبوع يعني كنقوله في ثقافة دينا الشمال الافريقية اللي كيكون مخضوع يعني كيقول لي اللي قالوا له هي هديك اللي قال له النظام دياله والإعلام دياله وعارف شكرا دياله وبونيف وبنس دياله كي تيقوك هداك نسميوه مضبوع يعني به صفة شبيهة البيت هاك هاي وفهمتاي مزيد دابا قلنا المضبوع قلنا المنزوع وقلنا المرفوع باقينا دابا المزروع اه المزروع يا اسعد الشرعي هو كائن مخابراتي عسكري يعني موظف لدى الدولة الجزائرية كيتخلص ياك وكي يزرعوه هنا وهناك في الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي كي يخلق ذاك القضية ديال زعمة الرأي العام توجيه الرأي العام وهو مبزاف بالمناسبة يا اسعد الشرعي هو مبالالاف من اللي كي هجمون شي موقع معيان يبدو يكتبوا التعليقات فمليك تدخل تتقرار ذاك التعليقات كتقول اوه كيف يعقل ان هؤلاء كلهم يشيدون مثلا بالخضر او يسبون صاحب ذاك التدوينا اللي دابا الى ما اعجبوش هذو مزروعين يعني يعتقد النظام الجزائري انه بزرعه سيتم ترويض الرأي العام الفيسبوكي واليوتيوبي والتيكتوكي وواواوا فهمنا مزيد ها وحيدنا دابا قلنا ها دابا سيدي كين المخدوع المخدوع اللي يعني مخدوع يعني خودعه يعني ربعين عام وهو ما كيخدعوا فيه ربعين عام وهو ما كيعطيوه اخبار مغلوطة تاريخ خربك ها يخدعونه في حقائق تكرهوه في الجيران نمرار كفعله و نمرار كداره و ذاك الشي دياء في التعليم في الاعلام في المقرر في الدراسة في الفزا يعني كائن مخدوع ها هو مشا شكونا بقى ابقنا المخلوع المخلوع ماشي بالمعنى العربي اللي كتفهموه انتو ما في اليمن انتو ما في اليمن مخلوع يعني خلعتم عنه منصبا يك او خلع مثلا حذاءه يعني حيدوه له لا احنا مخلوع في المغرية و كنقولوا ها يعني السيد اه مخلوع فراسة و يعني كي يعتقدوا انه بطل انه شكور هذا النوع لانه يعتقد انه بطل في الحومة او في العائلة بكثرة ما كي يصفقونه في المدرسة كي يدير شبيرة شبيرة يعني الفتوة كي يقولونه في مصر الفتوة يعني ذاك الشي ديال كمخلع انه هو الشفن تاع الشيفان كي يصفقونه فمشات عنده ذاك الفكرة ديال انه كجزائري هو الشكور ديال العالم ديال الكون كل شي الواعر جميل الجزائر و احنا هو مال شواكر ما كي لا امريكا ولا بريطاليا ولا المروق ولا مصر ولا اليمن ولا جنوب افريقيا يعني ذاك يكون مخلوع مخلوع في الدولة انتاعه هو الواعر هو اللي يكيب مزيان ده بغان نمشي و الملسوع الملسوع اه مهم ما هدي الملسوع يا اسعاد الشرعي هو ذاك الشخص الذي يعني مليك تعطيه واحد الفكرة مرهاش عنده محل يضربوه الضوء يعني يلسع مثل لسعتي النحل فاكيد انه غير يرد فعل فاهمنا؟ لانه ما مولفش ديال اراء المضادة ما مولفش الافكار النقيضة ما مولفش يسمع الافكار اللي ما كتعجبوش فباش يتوازن نفسيا وذهنيا باش يحافظ على التوازن تاعوه كيدير ردود الافعال ديال الملسوع فيرفض كل ما أو يرفض كل من يختلف معه انت تختلف معه اذا انت غد يهجمك انا اي واحد اخر يختلف معه اذا فهو ملسوع كائن عاد بزاف انت عقوع انا غير بما بغيتش نطول الفيديو عليك وعلى المشاهدين والاصدقاء والصديقات منتاع ابن عمي اذا تفرج وعود تفرج وحلل لي هاد شخصيات هادو ستجد انها متطابقة مع هادوك اللي يسبوك ويعيروك ويقلعوك جدرا ويهددوك ايابا يابا اسعد هلا لي في بريتا هادك هايو بيبا وصحة السمطيحة انا مازال اشعار ديالي يلا ما انتفوه لي هادو ساختو والدين باكترا ديال ولكن لوال وانا ضحكنا على الشطو اه ونطلعها والله مام سبوكش واحدة اخي اخي اسعد ايو باي سلامة باي باي باي